نفت وزارة الزراعة تعرض المملكة لغزو أسراب من الجراد بعدما انتشرت تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وقال نطق باسم الوزارة لورانس المجالي لرؤية إن الصور المنتشرة في منطقتين الأزرق والبادية الشمالية تعود لحشرات وجنادب محلية وليست لجراد وأشار المجالي إلى أن انتشار هذه الحشرات يعود لتوفر الظروف البيئية المناسبة لانتشارها وارتفاع نسبة الأمطار مؤكدا على أنها لا تؤثر على الزراعة